جماهير مصر في الحقيقة بتعيش حالة من السعادة الكبيرة من مبارح وده بعد فوز منتخب مصر الكرة القدم على منتخب كاب فردي بسلسية نظيفة منتخبنا مبارح قدم مباراة قوية جدا بأداء مميز في الحقيقة احنا وصلين قوي بالأداء المميز اللي قدمه منتخبنا وطبعا منتخبنا بقيادة حسام حسن مدير الفني لمنتخب حقق فوز حلو قوي مبارح سلسية نظيفة الماتش كان فعلا الماتش جميل وفيه أداء قوي جدا من اللاعبين تفاصيل كتير هنعرفها عن المباراة الأولى لمنتخبنا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 لحتقام بالمغرب هنعرف تفاصيل الماتش مبارح ومنورنا في الستوديو صباح الخير يا مصر دكتور عطمان إبراهيم الناقض الرياضي بنصبح عليه صباح الخير دكتور طبعا صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين ويعني الحمد لله كانت ليلة جميلة وفوز مميز المتخب مصر كأداء ونتيجة مش بس نتيجة لأ كمان أداء كان ممتع جدا جدا طب اسمح لي قبل ما تكلم على أداء ماتش مصر وكاب فردن بارح نتكلم على إنجازنا في البراليمبيكس بلغاية دلوقتي معنا اتنين دهب اتنين فضة واحدة برونزية إنجاز كبير جدا حققناه في رفع الأثقال في كرة الطائرة جروس بتقيم البعثة أو حصادنا لغاية دلوقتي إزاي يعني مبدان طبعا ألف بروك للأبطال الكبار اللي عملوا لهذا الإنجاز دي حكا مش جديدة عليهم بالعكس هما عندهم تحدي أكبر من الأصحاء طبعا أن أي واحد عنده مشكلة أو إعاقة بشكل ما بيقدر يتخطى هذه الإعاقة ويتفوق كمان على المستوى الراضي فهو بيعمل إنجازين مش إنجاز واحد يعني الناس الأصحاء بيعملوا إنجاز طبعا لما أبطالنا اللي خدوا دهب وفضة برونز في الأولمبيادة العادية في الفترة اللي فاتت لكن كمان دول عندهم يعني بيتحدى الإعاقة ويبقى تحدى كمان منفسين دي على بنفس طبعا الإعاقات أو بنفس الكاتيجوري اللي هو داخل فيه في المسابقة اللي الداخل فيها وكالعالى رفع الأسقال هي كلمة السر يعني ده مش حديدة في البروليمبيكس تحديدا إحنا متفوقين فيها بشكل قوي جدا جدا الحدي دولة طبعا إثنين دهب خلوا البعثة المصري داخلها في المركز 35 تقريبا أو 37 في حاجة كويسة نتلاقي مصر موجودة في الرانكينج أو في الترتيب الموجود طبعا وسط دول العالم كلها وده أمر مش سهل عشان برضو الناس اللي بتقولك طب احنا ليه مش متقدمين الناس زمان عندها طبعا نحن نوصل لمراكز متقدمة أكتر ولكن فكرة تواجدك أصلا في جدول الترتيب دي حاجة كويسة جدا جدا إن تقريبا اللي بيحصل على المداليات بيبقى تلتة أو ربع البعثات اللي رايحة مش كل الدول اللي بتشارك بتحصل على المداليات فكرة إنك تحصل على المداليات وتخش الجدول الترتيب بحاجة كويسة كل ما يجيب طبعا دهب أكتر تتقدم في الترتيب بشكل واضح ولكن نحوظ عزيزي نقولها إن احنا عندنا إن شاء الله أفضل من كده نتمنى إن شاء الله خلال ما تبقى من هذه الدورة وفيما بعد دي بقى فلوس أنجلوس 20-28 أتمنى نحصد أكتر المتوقع بإذن الله إن احنا يبقى فيه انتفاضة رياضية كبيرة جدا جدا معنا شغل مهمة ربع سنين وربع الاثنين وهقول لكم ليه يعني سوى برضو إن احنا لو حد أكيد الناس متابعة وشايفة فيه اهتمام بملف الرياضة في الدولة المصرية بشكل قوي جدا جدا بخلاف كده المسمون الفاسيليتز أو الأدوات عندك بدلوقتي بطولات كتيرة جدا جدا مصر بتنظامها في كل الألعاب الألعاب جديدة وألعاب قديمة عندنا البنية التحتية بقت موجودة بشكل قوي جدا جدا والمدينة الرئياضية الأولمبيية الموجودة في عاصمة الإدالية جديدة فأعتقد الحاجات دي استمار بتاعتها بتيجي بالوقت يعني أكيد مش وقت تتبني الحاجة أو توفر الحاجة بتجيب السمرة بتاعتها ولكن بالاهتمام بقى بالراضيين والموهوبين ويبقى فيه تركيز على مواهب فيه ألعاب معينة ما نحن متفوقين فيها أتمنى ده يكون اتجاهنا في فترة جاية عشان في 2028 يعني نكن لنا عمره وقعدنا نفس الأعدة دي هنا نحتفل بعدد كبير جدا جدا والله بيحسن المصرية بقى مش بس تاخد مدينيات لأ إن شاء الله نفسي مثلا في أول 20 مركز العالم وتبقى حاجة كبيرة جدا جدا طليق بمكانة مصر في العالم حلو ده ياريت نرجع لكرة القدم أو ننتقل ليها ويمكن كنا بنتكلم عنها من شوية إن منتخبنا الوطني فاز على كاب بيردي مبارح بثلاثية نظيفة كاب بيردي هو فريق كبير مش صغير شايف ده ازاي يعني شفت المطش ازاي عمل ازاي التبتيك اللي تلعب بيه طيب مبدئيا عشان الناس تبقى وقدة بالها من حاجة مهمة الناس تقول لكاب بيردي الاسم مش 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 مشهور أو ممكن ناس عرف الكاب بيردي في كاسم أفريقيا اللي فاتت في شهر لأنها اللي فات من كام شهر لما تعدلنا كان معرفة نفس المجموعة وتصدر المجموعة فيها مصر وغانا فرقتين من أكتر الفارق أخذ بتوط أفريقيا مصر سبعة وغانا أربعة يعني 11 لقب فكاب بيردي تفوقت على الاثنين وخادت أول المجموعة فواضح إن فيه تغير في الخريطة الأفريقية مش موضوع كاب بيردي بس كان برضو لو تفتكروا غنيا لسوية خادت الأول على كوديفور فالموضوع كان موضوع أو تفوقت على كوديفور وفزق عليها 4-0 فكوديفور نفسها في أرضها وسط جمهورها فالموضوع بقى ليه بعض آخر إن الكرة الأفريقية تغيرت تماما في أسماء جديدة بدأت تطلع أكيد وليه بقى لأن كل المرحن وتتكلم على كاب بيردي لعبة كلها محترفة أو مش فائلتها كبيرة ممكن أبرز لعب عندهم لوجان كوستا اللي هو المدافع اللي كانت جاد كرة في إيده في شوطة الأولية الحكم حسباش ركلي الجزاء شلس تفتكر هو مين لوجان كوستا ده أبرز لعب عندهم قيمة السوقية 12 مليون يورو مدافع فيا ريال أسباني هو ده أغلى لعب في فريق كاب بيردي كله ولكن معظمهم محترفين في أوروبا آه أنديت وسط أنديت المؤخرة في الجداول المختلفة في دارات أوروبا ولكنهم يظلوا محترفين برا فده مش بيخليهم خايفين بيخلش المباراة بلعب في أرضه وخارج أرضه هو كده كده محترف فمش فارق مع أي حاجة خالص آه هو بلعب 11 على 11 وأرض ملعب محترمة ونظيفة فأنا بأديه بشكل قوي جدا جدا ولكن المباراة كانت صعبة جدا ما تخدقناش 3-0 الناس تتفرج على باقي النتائج يعني بخلاف فوز المغرب على الجامعة واحد منتخب المغرب منتخب كبير وبيعب في التصفيات وهو كده كده مش محتاج التصفيات لأنه طبعا هو المطلع هو المصادف لها بخلاف النتائجين دول المغرب أرض واحد على الجبان الجابون ومصر 3-0 على كافردي بيت النتائج صعبة جدا يعني تعادلات وفرق كبيرة بتخسر يعني جنوب أفريقيا تعادل 2-2 على الأرضها سنغال تتعادل 1-1 على الأرضها يعني النتائج غريبة جدا جدا قدام فرق ممكن تفتكرها مش كبيرة فلما تفوز 3-0 على كافردي أعتقد نتائجة محترمة جدا جدا ومنتخب مصر يقدر بجرز أنزار قوي إن هو قادم إن شاء الله بقوة المنافسة شوفت إزاي دكتور إمبارح التشكيل اللي اعتمد عليه لكابتن حسام حسن التشكيل عامل إزاي مين برأيك أفضل لاعب كان إمبارح في المتخد طيب قبل أن أقول التشكيل أعقب على اللي قال لكابتن حسام حسن بعد اللقاء قال أنا كنت هتشرح أنا كنت هتشرح لو حصل النتائج غير كده والسبب إيه؟ هو التشكيل لأن هرجع تاني أو أربطها باللي أنت سألت فيه السؤال ده التشكيل لأن إحنا فجئنا كلنا بتشكيل مباراة مبدئيا حمد فتحي مدافع مكان أحمد حجازي إنت عندك أحمد حجازي وأحمد بكهم برأة الاتنين وخلت سطوحي كمان ثلاثة سنترباك ثم تجدت حمد فتحي لعب الوسط حطيته ووظفته في مركز السنترباك أو القلب المدافع جنب الروم البيع ثاني مفاجأة إن زيزو بيلعب وترزيجي بيلعب ومرموش بيلعب وصلاح بيلعب يعني دول أصلا أجنحة أربع أجنحة في مباراة واحدة فأنت هستلعب إيه وتلعب إزاي فشوفنا توظيف جديد لمرهون العطية طبعا كمركز ستة في نص ملعب وموجود معا ترزيجي شماله وزيزو يمينه كان زيزو وترزيجي بيلعب في مركز تمانية وده اللي خلي كابتن حسن حسن يقول لو كانت نتيجة تانية حصلت غير فوز بالنتيجة دي كنت هتشرح أو كنت هتحصل هل حسن حسن في مرحلة التجريب هل هو لسه بيجرب العناصر اللي عنده عشان يعرف مين مراكز القوة لا لا خالص بالعكس هو عارف إمكانيات اللعيبة وده بقى نقطة ودي برضو همسة في أذن كابتن حسن حسن انت مدرب متخب المدير الفني المنتخب يختلف عن مدير الفني للنادي مدير الفني للنادي عاوز اللعيبة تحتقي دي على طول عشان يقعد يجرب معاهم ويقولهم ويدي تعليمات ويغير خطط ويعمل خطط ويستكشف القصص دي ولكن مدير الفني المنتخب ده بيبقى عاية 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 كده زي اللي بيختار الكريمة كلها انت بتختار أفضل العناصر في كل المراكز وبتختار العناصر وفقا للتفكير لفي دماغك أو الطرير لفي دماغك فانت عارف ترسي جيب يلعب في المركز واثنين وثلاثة فانا هجيبه وعارف هوظفه ازاي عشان الحتة بتاعت ان كابتو حسام برضو تكلم عليها مبارح في المؤتمر الصحفي انه كان صعب جدا نجهز للقاء فأربعة ايام بس لا كابتو حسام ده العلم كله كده خراص دلوقتي احنا التوقفات دي دايكلها اللي جاية هتبقى أصعب طب يعني أربعة ايام واختيار لعيبة شوية احنا مش متعودين على الأماكن دي فيها هل دي مجاسفة؟ طبعا هي كان فيها مجاسفة خلنا نتكلم بوقعها مجاسفة كبيرة جدا جدا ولكن اعتقد ان هو اتبع طريقة لا يفعله الحديد الى الحديد يعني متخب جابفردي تحديدا لما احنا عانينا معاه في كاس ام افريقيا وتعدلنا معاه اتنين اتنين بصعوبة كان متخب بدنيا قوي جدا جدا مندفع بيلعب ضغط عالي فهو كابتن حسام عمل تركية لطيفة جدا نزلو مع ناصر رجومة كتير فأجبر متخب جابفردي انه بقعد في نصف ملعبه اه ما يبقاش مدافع قدامي طبعا دي فكرة عبقرية وكبيرة جدا جدا ولما سجلنا الهدف الاول بدأ متخب كابفردي اندفع الامام ومتسجلت الهدف التاني ان اتستغليت ان عناصر اللي عندك لما شفت الكرة اتمنى ان اعطيها قطحة ادام مصطفى محمد بس برضو لو هل عمان مموش تكنيك الحجمة المرتدة كابفردي كان ده ممكن يعني يعني يقلب النتيجة شوي لو اشتغل على الحجمة المرتدة ممكن يعني انا متفق معاك ولكن فكرة وجود حمد فتحي هو طبعا لعب وسط ملعب ولكن لما لعب مكس الدفاع عنده قدرات قوية جدا جدا في استخلاص الكرات والتغطية فده بدي ميزة لحمد فتحي كمان من انا عطيف نص ملعب عام المباراة كبيرة جدا جدا في لقاء مبارح فاعتقد فكرة الاندفاع الهجومي كانت مجاسفة ولكن اتت سمرها ان انت فوزت 3-0 وحتى مع التبديلات اللي حصلت كابتن حسام حسن مدفعش رأيك ايه في التبديلات اللي يشتغل عليها مبارح كابتن حسام حسن يعني التغييرات وليح جازز علان طيب بالنسبة للتبديلات طبعا مصطف محمد كان تبديل التراري اللعب اشتكر للعبد الخلفية وبمناسبة يمكن حصل تواصل مع حد في جازل فني يعني وهم هعملوا اشاعة النهاردة مصطف محمد دورام ربيعة خلال الساعة اللي جاي عملوا اشاعة عشان نطمن طبيعة اصابتهم ايه وممكن مدد غيابهم تكون قدية ان شاء الله وتتحدد وان شاء الله تكون يعني حاجة بسيطة لانها طبعا المنشطة اللي جاي مهمة جدا سواء منتخب مصر مع عبد سوانا يوم الثلاثة ساعة باع العصر او حتى على المستوى العيبة لانديتهم عشان خاطر بعد كي يكونوا جاهزين لاتحادات اللي جاي بناء عليها يحدد هيلعب ولا لأ يوم الثلاثة اه ان شاء الله يعني من نسبة كبيرة مصطف محمد ربما يكون خارج اللقاء رغم الرابعة لسه هنشوف بس طبعا مش عايزين نستعجل في النتيجة نستنى الأشعة طبعا هي اللي هتقول مادة كل واحد عنده شد خفيف شد من الدرجة التانية حسب نوع الشد ممكن يكون ايه هتتحدد مدد الغياب طبعا بشكل كبير ده مصطف محمد فهو نازل محمد النني عمل شوية التوازن في نص ملعب لانه كان متوقع ان كابفيردي هتندفع بشكل اكبر بكتير فعشان محصلش خطورة بقى فيه النني ومروان في نص ملعب تقدر تعمل حاجتين الأولى تستخلص الكرات بسرعة بوجود اتنين ارتكاس في نص ملعب وكمان النني عنده ميزة في التمرير والاستلام والتسليم فبالتالي تقدر تستحوذ على الكرة وتحرمها تحرم كابفيردي من هو المتلك الكرة التبدالين بعد كده هم اللي عملوا فارق تاني مصطفى فاتح لما نزل وابراهيم عادل وهم الصحابة جلوه التالت الكرة كانت عرضية من ناحية الشمال محمد حمدي الكرة عدت من كل اللي عمينا روحت ليه مصطفى فاتحي اشاطها ارتدت من حارس تسجل براهيم عادل وبرهيم عادل تحديداً يعني أنا بتمنى ربنا وفاقل انه خامك قوي جداً جداً وخامك كويسة جداً جداً اتمنى مسؤولنا دي برامدز انهم يعني يحتووا الولد بشكل أو بآخر هو طبعاً نفسه يحتارف برا وبرضو مش هنخبع على بعض هو عايز يحتارف في أوروبا ويلاقي مثلاً محمد منعم بدأ ياخد خطوة مع النادي الاهلي واحترف وسامي النادي الاهلي راح نيسل فرنسي فالولد عاز يعمل نفس الخطوة هو اعتذر محمد عد منعم اعتذر عن قامل هنجي هنجيله لو عازين يوصل له ان شاء الله في وقت لي يعني فاعتقد براهيم عادل محتاج يعني احتواء كده شوية من مسؤولي نادي برامدز ان هو يعود مع الولد وشافوه ان هو موهبة كبيرة جداً جداً حتى خلاص الاحترف في أوروبا قفل يعني 31 أغسطس يعني يتم بقى فيه جلسة معاه ويتم احتواء هذين موهبة الكبيرة جداً جداً ونادي برامدز حالياً دلوقتي عنده أكتر من بديل في نفس مركز إبريم عادل على الفكرة في رمضان صبحي طبعاً وجاب عبد الرحمن مد من الإسماعيلي كمان ويوسف أبابا من الزمالك فعندهم كذا بديل يقدر يقع في هذا المركز سدق وجولة كمان من سلمية كيلو بطرة في 3-4 لعبة يقدر يقع في نفس المركز فأتمنى أنه ما خرجش في الصيف يخرج في الشتاء للنادي أوروبي يعني إبريم عادل لعب مهم جداً جداً بعيداً عن فيرامدز منتخبنا الوطني بقى في حال إثبات إصابة بعد شرع عليهم طبعاً رامي ربيع ومصطفى محمد هل في بدايل لهم؟ طبعاً موجودة كل بدايل على فكرة عمر مرموش أصلاً بيلعب مركز 9 ومهاجم فسهل جداً مرموش بدأ ملعب جناح يلعب في مركز المهاجم الصريح ما فيش أي مشكلة فيه كمان أسامة فصر للعب المهاجم المتخب الأولمبي ونادي البنك الأهلي برضو ما فيش مشكلة أنا أعتقد غالباً مرموش هو اللي هتم توظيفه في مركز المهاجم لكن إمبرحة زين بقى تقول الحاجة فإن هي كده سريعاً كابتن حسن إمبرحة استغل قصة محمد صلاح والكلام ده إحنا فاكري إحنا قلناه حتى هنا في نفس المكان ده إن محمد صلاح بنقيم فيتوريا وقبل فيتوريا محمد صلاح نجم كبير فمحمد صلاح أي فرقة بتلعب متخب مصر زي هو بيلعبه لفربول المدرب بيحط تاكتك أو خطة عشان إزاي يوقف محمد صلاح المدرب التاني اللي هو الفريق الخاصة طبعاً المنافس سواء بيلعب لفربول أو لعب من متخب مصر فهو بيبعز يعمل تاكتك أو خطة ما ديش مساحة لصلاح وزي يوقف صلاح فما رحفوصت الكلام كابتن حسن حسن قال إيه استغلينا الرقابة على صلاح الناس مخدش بالها إن كان محمد صلاح في جون الأوانين مثلاً عمل تحرك في خد معاة 2 تاكتها لعيبة فزيزو كان نحة اليمين بيرفع بكل أريحية رفع العرضية آه مساحة فضت رفع العرضية رمى رباية طلع جاب جون الجون التاني في المرتدة لو حد خد باله لما وانعطيها قطع كرة الناس عارفوا إن الصلاح سريع فهتلاقي الصلاح كان وقف معاة 2 فكان مصطفى محمد واقف فاضي خد الكرة ادهل مرموش اللي كان منفرد من نص ملعب تقريباً ففكرة إنك تستغل نجم كبيرة عندك زي محمد صلاح بتحركات معاينة فياخد اللعبة معاه ويدي مساحات لزميله ويستغلوها بالشكل اللي حصل مبارح أعتقد حياة كبيرة ولو شفت الجون التالت برضو لما كان مصطفى فاتح بشوته كرة تدت من حارس أتلاقي تحس المدافعين سابين بريم عادل عشان يعنيهم على محمد صلاح لمعافة 18 فدي فرصة كبيرة جداً جداً إن صلاح لعب كبير جداً في العالم كله والناس كلها عارفاه لدرجة لما صلاح تم استبعاده في البالندور اللي هم المرشحين التالتين أخيانيين مش قولي الكلام في مصر الكلام في أوروبا إزاي الصلاح مش في التالتين يعني الناس شفت أسماء موجودة في المرشحين طيب أنت السبعات تميس ورونالدو على أساس إن الحقبة بتاعتهم خلاص بتنتهي 39 سنة و37 سنة إزاي الصلاح مش موجود فطبعاً مواهب كبيرة تقدر تستغل وتقدر تجيب هدف كتيرة ونعمل السكورة على الفكرة مع كل فريق في ظل هذه المساحات سريعاً جداً جداً آه أو لا هل تتوقع فوز المنتخب إن شاء الله يوم الثلاث النهاردة فيه ماتش بسهولة أمور تاني الساعة سابعة مهم أن نتفارج عليه ونتابعه عشان نشوف مستوى بتسوينة لكن إن شاء الله بتسوينة أعتقد أقل فريق في المجموعة بإذن لنا فوزهم الثلاث ونتصدر بسط النقاط العلمة كاملة إن شاء الله شكراً لك الدكتور عصمان إبراهيم الناقض الرياضي كل شكراً لك شكراً لك